ميناء واذب المستقل شريان التجارة الدولية لبلادنا ومتنفس الاقتصاد البحري بمدينة واذب تعرف عليه وزير الصيد والاقتصاد البحري رفقة والولاية السيد ماحيو الحامد والأمين العام لسلطة منطقة واذب الحرة السيد سيد مولود البرهيم في عرض مفصل قدمه المدير العام للميناء أحمد سالم التكرور تناول دور الميناء في التبادل التجاري بين بلادنا والعالم والرؤية المستقبلية لجعل المؤسسة قطبا تجاريا قويا اضافة الى القيبة المضافة التي يوفرها في مجال الصيد بعدها تجول الوفد داخل الميناء مطلعا على المشاريع التي انجزت كالرصيف التجاري والتوسعات الكبيرة التي تمنح الميناء طاقة استعابية للسفن والحاويات العملاقة تجديد وعصرنة أسطول الصيد التقليدي مهمة تقوم بها الشركة الوطنية لصناعة السفن التي بيّن مديرها العام عمرقاي مهامها الممثلة في صناعة وإصلاح وصيانة السفن الحديثة تجديد وعصرنة أسطول الصيد التقليدي وتسيير الثروة البحرية بشكل معقلا وهنا ورشات صناعة السفن حيث يعمل الفنيون على صناعتها بطريقة احترافية تراعي كل العوامل شركات دقيق الأسماك كانت إحدى محطات زيارة الوزير حيث تجول بها وقدمت له شروح عن المصانع ووظيفتها في إنتاج دقيق الأسماك وتوفير يد عاملة وطنية فيما أسدى الوزير تعليماته بالحفاظ على الوسط البيئي ميناء خليج الراحة الذي يستعد لإطلاق مشروع تنموي يطور الميناء ويزيد إنتاجيته زره الوزير والوفد المرافق لها حيث قدم أصحاب الاختصاص البرنامج التطويري للمؤسسة التي توفر عشرات آلاف فرص العمل مؤكدين أن الميناء سيشهد نهضة كبيرة تواكب دوره الاقتصادي أستسخلص من هذه الزيارة ثلاثة عشياء أولا هما أن هناك حركة اقتصادية هامة مهمة ونشاطات كثيفة في هذه البلايات وفي هذه القطاع السيد ثانيا هناك الاهتمام الكبير من طرف الفائلين رجال الأعمال والعمال اللي يعملون في هذا القطاع وكذلك السلطات الإدارية والمنتخبين إذن كل المسؤولين مهتمين بهذا القطاع وكل حسب اقتصاسه وحسب دوره في القطاع يقوم بما يلزم ويقوم بتعطير المناسب والاهتمام بالمشاكل اللي تطرح عليهم لدفع إلى الأمام بهذا القطاع المهم ثلاثة أيام قضاها وزير الصيد والاقتصاد البحري داخل مدينة نواذبو زر خلالها المصارح التابعة لقطاعه وتعرف على المشاكل الملحة في انتظار دراستها وتسويتها في المستقبل محمد عمر بدول المترجم